صباح الخير أو مساء الخير وأهلا وسهلا بكم ويا تأملنا لهذا اليوم والربي بارك يومكم وحياتكم اليوم نريد تنبل بكلمات الرب يسوع المسيح اللي تكلمها في إنجيل متى أصحاح داعش في العدد 28 إلى العدد 30 الرب يسوع يقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثاقلي الأحمال وأنا أريحكم أحملوا نيري عليكم وتعلموا مني لأني وديع ومن تواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم لأن نيري هين وحملي خفيف من وين تعرف أمق العلاقة والصداقة الموجودة بين الأشخاص؟ ببساطة من نشوف كلامهم بيكون متشابه بيفكرون برأي واحد وبيفكرون أيضا بالمقابيل يصلون بنفس الطريقة يسوون أشياء مجزعة للطرف الآخر ولا تجرحهم الرب يسوع يدعينا أن نتعلم من عنده هو يدعينا أن نكون على علاقة وصداقة وياه وهذا ليس جديد على فكرة في الكتاب المقدس بنشوف في العهد القديم أن موسى كان يتكلم مع الله وجهاً لوجه الصداقة والعلاقة مع الله ممكنة بسبب أن نعمد الله وعمل المسيح اللي عمله على الصليب من أجلنا على مجل يجمعنا ويعطينا الامتياز أن نكون على علاقة مع الله بصورة عامة الصداقة محتاجة التواصل المستمر على مجل العلاقة تتقوى وبنفس الوقت أنت همينة تتقوى العلاقة هي أيضاً تتقوى حسب ما أنت بتريد شنو والعمق اللي تريد تاخذ العلاقة أنت اللي بتقرر أنت اللي بتختار شنو رغبتك بالعلاقة أنت اللي بتعمل هذا الشي طاقتك ووقتك محتاجيها بأي علاقة وبأي صداقة نفس الشيء إذا بنتكلم مع علاقة مع الله أنت اللي محتاج أن تخلي وقت ويكون عندك الرغبة وتعطي من طاقتك وتعطي من وقتك وتعطي من أيامك على مدفعلاً تتقوى العلاقة مع الله كل هذا المسيح يقول تعالوا إلي هو يريد يكون أيضاً صديق والخل والقريب إلك بكل أيام حياتك يا رب يسوحنا بنشكرك من أجل الدعوة هاي بنشكرك فعلاً أنك أنت الوحيد اللي تعطينا الراحة أنت يا رب تدعينا أن نكون على علاقة صداقة معاك ساعدنا يا رب أنه فعلاً نرتب وقت ونرتب حياتنا لكي ما نتقرب وياك باسم المسيح يسوع وصلي آمين آمين ربي باركك قوي علاقتك مع الرب قوي علاقتك همينوية أصدقائك والناس اللي حواليك اشتركوا في القناة